نشير إلى هذه الأخبار العاجلة أيضا في السياق المرسد السوري يتحدث عن تدمير مستودع أسلحة في مدينة جبلة سورية في هجوم إسرائيلي كذلك في جبهة غزة مرسل الحدث يقول إن قصفا مدفعيا على أحياء الزيتون والصبرى وتل الهوى في مدينة غزة يتواصل أيضا يشير إلى غرات إسرائيلية على حي زيتون شرق مدينة غزة في السياق أيضا أفدت مرسلة الحدث عن وقوع انفجار كبير في العاصمة بيروت بعد قصف من بارجة إسرائيلية استهدف مبنى في منطقة الباشورة وسط بيروت مصادر الحدث قالت إن قتلى وعشرات الجرحى وقعوا في القصف الإسرائيلي على الباشورة والذي استهدف مركز الهيئة الصحية الإسلامية في المنطقة الجيش الإسرائيلي بدوره قال إنه نفذ ضربة محددة الهدف في العاصمة اللبنانية بيروت فيما أظهرت مشاهده تصعد دخان كثير جراء هذه الغارة أذكر بأن المعلومات المتداولة تشير إلى أن المنطقة المستهدفة هي حي معوض قرب الساعة في الضحية الجنوبية كما ذكرت علما أنه هناك أيضا انفجارات كأنه ترافق هذا الغارة التانية نعم كأنه يرافقها انفجارات لأنه كتل النار هذه نيران هذه يعني هذا مكان الغارة الأول ثلاث غارات هذا المكان اللي طلع منه الوميد اللي شفناه هلأ هو مكان الغارة التي حصلت في معوض ترجمة نانسي قنقر